المدرسة الماتريدية سؤال وجواب سؤالنا اليوم الذي سنجيب عنه هو ما هي المدرسة الماتريدية وما علاقتها بالإسلام ينبغي أن نعلم أن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء هو سبيل النجاح كما يقول حجة الإسلام أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به والدين جاء ليصلح دنيا البشر وآخرتهم والله عز وجل كلف الجن والإنس ليعبدوا الله سبحانه وتعالى الإنسان الذي كلفه الله سبحانه وتعالى بعبادته له ثلاثة جوانب الجانب الأول الجوارح التي بها يبطش وتحرك العقل الذي به يفكر ويتعلم ويصف ويحلل وينقد والقلب الذي به يحب ويكره ويشعر هذه هي جوانب الإنسان الثلاثة ولمعالجة هذه الجوانب الثلاثة والارتقاء بهذه الجوانب الثلاثة جاء الدين أيضا مثلثا ليناسب هذا الإنسان فجاءت الله الدين الثلاثة في حديث جبريل عليه السلام الذي نعرفه جميعا الحديث الذي تحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام عن الإيمان عن الإحسان هذا الحديث الذي يرويه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يقول فيه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فأقبل فجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت راوي الحديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال له يا محمد أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره قال صدقت قال راوي الحديث فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال له أخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال له النبي من المسؤول عنها بأعلم من السائل ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أماراتها فأخبره النبي عن بعض أماراتها ثم انصرف أو ثم انطلق ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فقال لهم أتدرون من السائل قالوا الله ورسوله أعلم قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فعلمنا من هذا القول النبوي الشريف أن هذا هو الدين الدين إسلام إيمان إحسان الإسلام جاء ليعالج الجوارح وليعبد الجوارح لله سبحانه وتعالى الإيمان جاء ليعبد العقل وليؤطر عمل العقل وليضبط العقل والإحسان الذي جاء ليعبد القلب ويعمل على مراقبة الله سبحانه وتعالى حتى يصل المسلم إلى مقام المراقبة أو مقام المشاهدة فإذن إسلام إيمان إحسان كل واحد منها يعالج جانبا من جوانب الإنسان الذي جاء الدين لأجله هذه الجوانب السلاسة كانت في قلبي وعقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومارسها أمام أصحابه ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يحمل هذا الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام ولأنه لا أحد يطيق ما كان يطيقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد يستطيع أن يحمل ما كان يحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد توزعت علوم رسول الله على الصحابة أو على علماء الصحابة من بعده فوجدنا أن الصحابة رضي الله عنهم قد تخصصوا في بعض علوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حسب مواهبه التي وهبه الله سبحانه وتعالى إياها فتميز بعضهم في التفسير وعلوم القرآن مثل عبد الله بن عباس وتميز بعضهم في العقيدة والرد على الفرق الضالة وتصحيح الفهوم الخاطئة مثل سيدنا علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وتخصص بعضهم أو تميز بعضهم في الفقه والحلال والحرام كمعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وتميز بعضهم في القرآن وتلاوته وقراءاته كعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت والنبي صلى الله عليه وسلم مدح هؤلاء الصحابة جميعا ليكون هذا المدح دليلا للناس من بعده حتى يكون هؤلاء هم رؤوس الأمة بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا لقول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فإذن المسلم الذي يريد أن يعرف شيئا في العقيدة يرجع إلى من تخصص في العقيدة منهم المسلم الذي يريد أن يعرف شيئا في الفقه أو الحلال والحرام يرجع إلى من تخصص في ذلك منهم ثم النبي صلى الله عليه وسلم درب هؤلاء الصحابة في حياته فالنبي لا يتصور أنه جلس مع كل من يدخل الإسلام جديدا ليعلمه الوضوء أو ليعلمه الفاتحة مثلا بل كان الصحابة في حياته وعلى عينه صلى الله عليه وسلم يتدربون ويعلمون الناس تحت إشرافه صلى الله عليه وسلم وفي هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم تأهيل للأمة من بعده ليحملوا الأمانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله أو يرث هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل الجاهدين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين فإذن الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم سترجع إلى رؤوس من أهل العلم ثم تتصل السلاسل من هذه الرؤوس في كل علم من العلوم حتى تصل إلينا وحتى قيام الساعة لأن الله سبحانه وتعالى وعد بحفظ كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ هذه العلوم الثلاثة أو هذه الأركان الثلاثة الفقه هذه الأركان الثلاثة التي هي الإسلام الإيمان الإحسان ترجمت في علوم ثلاثة هي الفقه والعقيدة والتزكية فترجم الإسلام ليكونه علم الفقه وترجم الإيمان ليكونه علم العقيدة وترجم الإحسان ليكونه علم التزكية أو التصوف وصارت هذه العلوم الثلاثة هي علوم المقاصد تسمى هذه العلوم بعلوم المقاصد لأن بهذه العلوم الثلاثة يتحقق مقصد خلق الله سبحانه وتعالى من المكلفين فيتنضبط جوارح المكلف فينضبط عقل المكلف فينضبط قلب المكلف ليكون المكلف كله بكل كيانه عابدا لله سبحانه وتعالى ويتحقق بقول الله عز وجل إن نحن نزلنا ليتحقق بقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه العلوم الثلاثة قلنا هي علوم المصادر فمنها علم العقيدة الذي تخصص فيه أو الذي ظهرت مدارس كثيرة للتعبير عن هذا العلم كذلك في علم الفقه كذلك في علم التزكية فظهرت المدارس المختلفة التي ورثت علوم رسول الله عن طريق الصحابة رضي الله عنهم بالإضافة إلى اجتهاداتهم ونظراتهم التي أهلوا إليها عن طريق العلوم المختلفة التي أتقنوها ففي الفقه ظهرت مزاهب كثيرة منها الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وفي العقيدة ظهرت مدارس كثيرة منها المدرسة الماتريدية وفي التزكية والإحسان ظهرت الطرق الصوفية الكثيرة ومن هنا نعلم أن المدرسة الماتريدية واحدة من مدارس تحقيق مقصد ضبط الفكر وتعبيد العقل لله سبحانه وتعالى أو كرر العبارة مرة ثانية المدرسة الماتريدية علاقتها بالإسلام أو علاقتها بهذا كله أو أين هي من المنظومة الإسلامية المدرسة الإسلامية المدرسة الماتريدية جزء من المنظومة الإسلامية كما قلنا المدرسة الماتريدية تخصصت في جانب الاعتقاد في ضلع الاعتقاد من أضلع المسلث الثلاثة المدرسة الماتريدية جاءت لتحقق مقصد ضبط الفكر وتعبيد العقل لله سبحانه وتعالى فهي مدرسة من مدارس العقيدة وإمامها إمام من أئمة الدين الذين تخصصوا في العقيدة وعرفوا بتحقيق مسائلها وتدقيق دلائلها هذه العقيدة المستقات من القرآن والسنة وفهوم الصحابة رضي الله عنهم والمدرسة الماتريدية واحدة من مدرستين قام عليهم بناء الأمة الإسلامية العقدي فهي إحدى جناحي الأمة وهاتان المدرستان تمثلان السواد الأعظم من المسلمين الذين يطلق عليهم اصطلاحا هذا السواد الأعظم الذي يطلق عليه اصطلاحا اسم أهل السنة والجماعة وأهل السنة والجماعة يمثلون ما يقرب من 90% من مسلمي العالم نصفهم تقريبا من السادة الماتريدية إذن عرفنا الآن منظومة العلوم الإسلامية عرفنا الآن أركان الدين الثلاثة أو أضلاع الدين الثلاثة التي هي الإسلام والإيمان والإحسان عرفنا الآن موقع المدرسة الماتريدية من هذه الأضلاع الثلاثة وأنها تعمل في أو تشغل مساحة في ركن أو في ضرع العقيدة وأنها واحدة من مدرستين يقوم عليهما البناء العقدي للمسلمين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اشتركوا في القناة